اهلا اهلا بحضراتكم للسنة الرابعة على التوالي بيشارك الموسيقار خلد الكمار في موسم الدراما وبيقدم طبعا اعمال مختلفة اربع اعمال درامية متنوعة البداية مع مسلسل عتبات البهجة واحدث اعمال النجم الكبير يحيى الفخراني وايضا طبعا احنا عارفين انه يعني المسلسل مقتبسة عن رواية المؤلف الكبير ابراهيم عبد المجيد واخراج المخرج الكبير مجدي ابو عميرة كمان في مسلسل بابا جي للنجم اكرم حسني ونسرين امين ومحمود البزاوي وطبعا من تأليف واقل حمدي ومحمد اسماعيل امين واخراج خالد مرعي في النصف التاني من رمضان حيقدم الكمار مسلسل بدون سابق انذار ما وهو ايضا من الاعمال اللي احنا منتظرين نتابعه بشغف كمان بطولة النجمة اسر يسين والاخراج لهاني خليفة مش بس كده خلينا كمان نقول انه يعني خارج الحدود عنده مسلسلات كتيرة ولاد بديعة اللي بدون نخبة كبيرة من نجوم الدراما السورية وعلى رأسهم سلاف معمار وايضا اسماء كتيرة من الفنانين السوريين وكمان واخراج المخرجة السورية المتميزة رشا شربدشي وطبعا كل ده هنتكلم فيه لكن كمان هفكر حضراتكم ان احنا عايشنا مع الكمار في موسيقى كانت مهمة وكانت هي بمثابة الشيء الموازي للأحداث في مسلسل الاختيار اللي تبعنا اجزاؤه من خلال الموسيقى اللي كانت هي حافز كبير الموسيقار خالد الكمار في ديافتي في التسعة مساء الخير مساء النور منورنا نور كمان اعمل كتير قوي نقرد كل الكلام ده ده حاجات حلوة قوية السنة دي انت غيرت الدفة يعني بالذات يمكن على شاشة رمضان هنا المصرية انت مبتهج كوميدي واخد كل الكوميديا معاك يعني الحمد لله يعني لما يبقى عندك اعتبات البهجة النجم الكبير يحي الفخران وكمان جيل تاني زي اكرم حسني كمان كوميدي الاتنين زي بعض وعكس بعض هو مبدئيا في حاجة هتوازن كل ده ان النص التاني هندخل دراما جدا في مسلسل بدون سبق انزار دراما تماما بالنسبة للنص الاول هو الحقيقة يعني انا مقداش اصنف عتبات البهجة لانه مسلسل كوميدي على قد ما هو اجتماعي اه اجتماعي خفيف يعني بينما طبعا بابا جي كوميدي صرفي كوميدي تمام فهم حتى اتجاهات المزيكة بينهم مختلفة تماما طيب انت دلوقتي يعني عرفني كده انا والسادة المشاهدين الورق بيجيلك نجمي كبير زي احي الفخراني الموسيقى هتبقى يعني برضو نوع من انواع بتمثل معاه طبعا وجيل تاني خالص وشكل تاني زي اكرم حسني بتختار ازاي ودماغك بتروح فين ايه الريفرنس اللي بتشتغل عليك والله بتاع دكتور يحف فخراني طبعا خلينا بدأ اقول ان ذا كان من احد احلام حياتي منذ الصغر كان دايما من ساعة ما ابتديت يعني ان انا عمل موسيقى كان لما حد يقول لي نفسك تشتغل على ايه اقول مسلسل لدكتور يحف فخراني بالنسبة لي من احلام اكيد انت زي من الناس اللي كانوا متأثرين بحماد عزو او مثلا ينهاي ربي اده يعني كنت عملت مزيقى لي جبارة لو كنت موجودة طبعا العمله استاذنا محمود طالع هتعملش غلا عظيم طبعا لكن اهو هو يعني حاجة موهبة استثنائية فعلا يعني قريب لنا كلنا فتحمست جدا جدا للموضوع بعدين ابتدت افكر ازاي نقدر ننقل الحالة اللي في الورقة دي من مزيقى فكنت عايز اعمل مزيقى احساسها كده احساس بيت جدتك الصبح بدري ايوه عارف حدوتك الاحساس ده والدفع العائلي ده جدا لان هو التيمة الاساسية في المسلسل هي صراع الاجيالي كانت المزيقى طالع منك ولا كنت متردد وتسمع وتغير وتقول لا اوه لا الحقيقة ده كم من بروشكس اللي المزيقى طالع بمنتهى المكسابية ايوه عسان عندك مخزون جوا بالزبط اه يعني كان عندي الفكرة بتاعت ان المزيقى عايز يبقى صوتها فيه نوع من الاصالة كده والعراقة وان هي صوتها مزيقى برضو طريق بحد كبير يعني ايوه بس فكان ده المدخل بتاعي للموضوع يعني بابا جيبها الجنان كله اه لا حاجة تانية خالص بابا جيبها الجنان كله لانه كمان اكرم حسني من الناس المهتمة بالموسيقى هو بيحب يغني ويعمل استعراض فكمان هيبقى مساعد قوي لحد بيقلف موسيقى طبعا اه لا هو بالنسبة لي فبابا جيبها كان الاتجاه مختلف تماما يعني ان هو كوميديا صريحة كوميديا صرف وفي نفس الوقت بتخاطب جيل مختلف تماما وفي نفس الوقت ان انا ما بحبش ابدا ان المزيكة بتاعت الاعمال الكوميدي تبقى مجرد كوميدي وخلاص تبقى بتعقب على النقط وخلاص بحب ان هي دايما تبقى بتخلق برضو حالة من المشاعر بتدي المعنى المشاهد معنى يمكن اعمق بتعلي المشاهد زي ما بل بتدي كده خصوصا ان في المسلسل ده بزرط خصوصا ان في المسلسل ده في خطوط درامية كتير يعني طبعا في كوميديا بس في نفس الوقت هي مش مجرد سكتشات وخلاص هي في دراما في الموضوع يعني في بناء درامي انا دايما انا لسه كنت بقول للموسيقار خالد كامر بس ده كان تحت الهوى زي ما بيقولوا انه الكوميديا الموسيقى يعني التأليف الموسيقي للكوميديا مش سهل هو مش سهل تحك الناس اصلا فمش سهل كمان تعمل الموسيقى دي فده برضو مش يعني هي كل حاجة مسهلة بس يعني بس هل ده فعلا الجمل الموسيقية في الكتابة للكوميديا بتبقى أصعب شوية؟ هو انا بالنسبة لي الصعوبة بتبقى في ازاي ما يبقاش الموضوع يقلب استخفاف او استثراف او كده او ان ازاي ما زيكا تبقى بتسند النقطة من غير ما تكون فجة اوى او من غير ما تكون مفتعلة اوى على المشهد يعني وفي نفس الوقت بحاول دايما ان هي ما تكونش مجرد بتسند النقطة على قد ما ان هي بتسند الحالة على بعضها ان هو بحاول يخلقوا موقف معين يا خصوصا لو في حاجة فيها كوميديا موقف زي او زي بابا جيه مش مجرد افهات بتتقال فبحاول الموسيقى يكون بتكمل هذه الحالة على بعضها وانت بتشتغل بيبقى الموزع انت وهو ايد في ايد لان برضو موزع مهم لازم ينقل نفس المزيكة الجمل بتاعتك بدماغك لا هو انا اللي بيوزع لنفسي حقيق لما نشوف عمل درامي او موثق او حاجة فيها تاريخ بتبقى عندنا الات محددة عارفين انها لازم تبقى موجودة قانون وني وعود وحاجات شرقية في الكوميديا ايه الالات اللي لازم تبقى موجودة على العكس ما قدرش اقول ان لازم تبقى موجودة بس بتبقى بتدي نوع من البهجة يعني فيه يعني ممكن نقول مثلا الالات الواترية لما بتلعب بالنقر كده ان هو بدل ما يلعبوا بالقوس بيلعبوا بصوابعهم على الالات الواترية اسلوب اسمه البيتسيكاتو ده يمكن اكتر حاجة معتادة في المشاهد الكوميدي يعني وهي من كتر ما هي معتادة انا بحاول اتجنبها على ادواء اقدر يعني ان انا اخلق حاجة مختلفة يعني بس لان ما درش اقول ان فيه اهلة معينة مربوطة بالكوميدي يمكن تعمل كل حاجة يعني اللي يبقى موجودين حتى الناي ممكن يبقى كومنت هتلاقيه موجود بالفعل طيب خلينا ناخد فاصل سريع ونرجع نزأل الموسيقار خالد الكومير طيب لما يطلع خارج الحدود يروح لثقافة تانية يروح لفن تاني او فنون اخرى عربية الحال يبقى عامل ازاي بعد فاصل قصير ورجعنا مرة تانية مع الموسيقار خالد الكومير وهنا حسألك سؤال انت تمان بتعمل موسيقى لمسلسل سوري هنا انت برضو بتروح بقى لثقافة اخرى ودراما اخرى بتحضر نفسك لها ازاي والله هو انا في الاول كان دايما بيبقى عندي مشكلة انه دايما لما كنت ببعت الكلام ده على اي بروشك تبرى مصر عموما يعني لما ببعت لهم الشغل اول كلمة بتتقلم مزيقى صوتها مصري بزيادة احنا يزينه مزيقى مزيقى صوتها مصري جدا يعني فكانوا يقولوا لي لا احاولت اعيد الشغل بس بيبقى في شكل بس ولا يتصدق انها حاجة تسعد لانه الريحة المصرية بتبين دول الوقت بالضبط او كان التعليق ده دايما بيجيلي سواء هو مشروع سوري او لبناني او سعودي او اي ان كان يعني دايما بيكون الرد ده فبعتك ساعتها ان انا يعني اتقوقع على نفسي شوية كده وقعد اذاكر بقى الاسلوب اللي بيقلفوا بي اه والشخصيات والحاجات والاستخدامات بتاعتهم وبتبقى تحدي برده بالنسبالك اه اكيد اه اكيد بتبقى ثقافة تانية يعني لغة تانية كاني بتعلم لهجة جديدة هلانا قدر اقول انه في السنوات الاخيرة بالذات في اكتر من رمضان فاتو بقى في فرصة حلوة لأكتر من مؤلف موسيقي مصري بقى انا نسمع مزيكة حقيقي حلوة في المسلسلات اه ده حقيقي اه حقيقي تترات ومنافسة واعمال كتيرة يعني بقى انا نسمع ده ان اقدر اسميها نهضة حلوة كده اظن اه اظن ان فيه التوقع يعني ان وجود منصات الستريمينج وكده خلت ان الناس بتركز اكتر فبالتالي المؤلفين الموسيقيين بقى فيه بينهم حالة تنافسية كده بنائة جدا يعني اللي هو بقى انا مدركين قوي من المسيكة بتاعته تسمعت اكتر عشان ايه الاسباب الفلانية فبتدينا نبقى فيه بيننا يعني عايز اقول لنا هي التنافس جميل جدا يعني اللي هو بيخلي كل واحد فعلا نايز يطالع حسن حاجة عنده يعني اذا كنا احنا موجودين دلوقتي بنتكلم في رمضان فعمرنا احنا احنا بقى المشاهدين عمرنا ما ننسى مثلا جمل موسيقية في رقفة الهجان لعمار الشريعي او في الايام او في بوابت الحلواني او الليالي الحلمية مشيل المصري فاذا احنا كمان مرتبطين بالموسيقى جدا طبعا 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 خصوصا الجيل ده بقى اللي هو الجيل اللي ممكن نقول مثلا من التمانينات للتسعينات كده كان فعلا جيل فاذ تماما يعني من الاول عمر خايرة لعمار الشريعي اليسر عبد الرحمن طبعا الجيل اللي بعده حد مثلا زي خلت حماد الناس دي عبقرة حقيقي يعني بدون اي تحيز ولا اي حاجة عبقرة فعلا للمستوى عالميا ايه اكتر الاعمال بتتبع بقى انت شاشة رمضان وانت مشغولة على خفيف ايه اكتر الحاجات اللي لغيرك شدت انتباهك كموسيقى يعني كموسيقى العتاولة اكتشو اللي مزكتو اللي لزيزة جدا العتاولة يعني معامل مزيكة لزيزة جدا جدا اكتر مزلسل بتابعه هو اشغال شقة عشان نمو خفيف كده ايوه برضو كوميدي فيه اجواء كوميديا برضو طيب بدون سابق انذار ده بقى مش كوميديا ده مش كوميديا ده حنسمع فيه بقى فيه اتجاه تاني يعني هو اكشن ولا اجتماعي ولا دراما لا هو دراما يعني هو دراما اكتر دراما اجتماعي ده بيبقى صعب بيبقى بتحاول انت انت بتبقى البطل التالت اللي هو زي ما بنقول البطل الخفي اه بالزبط اه انا بحس في هذه النوعية يمكن لكن دور الموسيقى بيبقى اكبر بكتير قوي من ان هي مجرب بتسند الى ان هي فعلا بتبقى بتخلق عالم كامل يعني ورا كل المشاعر اللي موجودة ورا كل الشخصيات وده الحقيقة ده النوع الاقرب لقلبي يعني الدراما لان ساعتها بيبقى بالنسبة لي انا بحب جدا لما ايجا اشتغل اركز على الشخصيات ايه مشاكلها وايه تطوراتها على مدارة قصة وفي وجود يعني خط واضح للشخصيات كلها ده بالنسبة لي حاجة بتساعدني جدا وحاجة بتلهمني جدا في شكل المزيكة اللي هتطلع يعني هل انت بتتأثر بالبطل يعني انت بتبقى اداة من الادوات اللي ممكن كمان تنجح اداء البطل يعني انا برضو لو اشوف البطل وهو بيفرغ انتباعاته او مشاعره او كده مع موسيقى لايقى على الانتباعات دي اعتقد كده بتبقى حليفة النجاح فده ايضا بيبقى مجهود كبير ازاي انت بتوصله ازاي بيحصل الالتساق بينك وبين البطل او النجم اللي بتشتغل معي هو انه اللي انا بحاول عامله عادة اي حاجة خصوصا في الدراما انه بخلي المزيكة تبقى دايما بتقول اللي ما تقلش في الكلام او اللي ما تقلش في الحوار او كده بحس ان هي تبقى يعني مثلا نظرة معينة عند البطل عند البطل يبقى ليها يعني المزيكة تبقى بتقوي المعنى اللي غراها اكتر من مجرد جمع الحوارية تقلت يعني فده اللي دايما بحاول عمله ان هي تبقى مزيكة يعني نقدر نقول ان هي مش عايزة اقول بتشاور على مشاعر معينة بس بتشد انتباهها عندها بتحكي اللي ما ينفعش يتحكي بالكلام كل مؤلف موسيقي تفضل عنده بما انك كمان بتوزع تفضل عنده آلة حبيبته اللي لازم تبقى موجودة يعني مثلا يمكن بتكلم عن الموسيقر الرائع عمار الشريع اللي لازم العودي بقى موجودة بأي شكل من الاشكال انت عندك اني آلة هي اللي تبقى موجودة يعني ولا الجيل الجديد ده بقى مختلفة والله انا بحاول ان انا يعني انوع في استخدام الاليات على قد مقدر ولكن دايما بلقيني في الاخر بلجة ليه التشلو دايما قالت المفضلة يعني التشلو فالتشلو هو التشلو موجود في عتبات البهجة وموجود في بابا جيه وموجود في بابا جيه وموجود في دون صفق انظار اه يبقى اذا هي آلة التشلو بتاعتك يعني فخلاص كده احنا عرفنا ده اللي انا كنت عايزة اعرفه لان كل مؤلف موسيقي عنده زي ما بنقول الامضة بتاعته اللي هو بيرتح ليها تسلو تي حاجة حلوة دي آلة قديمة جدا وليها تاريخ طويل يعني طبعا بكل تأكيد عندنا حتى في مصر يعني بشكرك شكرا جزيلا لنوارتنا شكرا لليك كبيرا لنوارتنا و ايه رأيك بالموسيقى بتاعت التاسعة اه جميلة راشي ياني مؤلف بس تسلم ايده يعني بشكرك شكرا جزيلا لنوارتنا وبالتوفيق لكل الاعمال وانتابع بقى دون سبق انظار اول ما ينزل بشكرك شكرا جزيلا لنوارتنا الوقت انتهى زي كل يوم رمضان كده كله بهجة وفرحة والوقت بيجري بكرة ان شاء الله نكمل معكم رحلة التاسعة في رمضان الزميلة العزيزة هدير ابو زيت هتكون موجودة اما انا القاكم بإذن الله الاربعاء القادم والخميس وتكون كده المسلسلات بقى في حصاد مسلسلات الخمستاشر نكون بنودعها ونشكرها وكمان بنتكلم عن ما قدم من خلالها ونستقبل اعمال جديدة من اللي هي هتكون ان شاء الله بدأت في النصف الثاني من رمضان لقائي معكم الاربع والخميس اتمنى لكم كل الخير والسعادة والكل ام مصرية مرة تانية كل سنة وانتي طيب اشتركوا في القناة